بسم الآيب أبيان روح القدس إلى الواحد أمين أخوة الأحبة قراءة الآية يومية من مسارة يوحن الأولى مصحاح 3 عدد 18 الكتاب المقدسي علمنا يقول يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق طبعا الكلام ما يمشي ما يوكل خبز مثل ما يقولون لازم في عمل عمل مع إيمان التوم الضغير يجي مع آيتيوم الكلام رخيص الأفعاد تتحدث بصوت أعلى من الكلمات فلننظر محبتنا لعائلتنا وأصدقائنا وأخوتنا وإخواتنا في المسيح بطريقة التي نعيش بها وما نفعلهم من أجل بعضنا البعض أخوتي لاحبة الأفعاد تتحدث بصوت أعلى من الكلمات وشاهدين ثلاثة موجودة في كتابة المقدسة على المحبة والفعل وفي إيراميا في إيراميا واحد وثلاثين عدد ثلاثة يقول ترقى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدممت لك الرحمة آمين مبارك اسمك يا رب هناك رب يتكلم أحببتك بحب والفعل حبنا إلى حتى بدل ابنه الوحيد من أجل وعلم ابنه الله صلى الله عليه وسلم والشاهد الثاني هو من متى ثلاثة عدد ثلاثة الكتابة المقدسة علمنا هنا والثانية مثلها تحب غريبك كنفسك تحب غريبك كنفسك الصلاة تتجي مع آية اليوم إلهي المحب الكريم أبا الأب من فضلك سامحني لإبقاء محبتي لأولادك مجرد الكلام من فضلك أعطني فرسة اليوم لأبارك أحد هؤلاء الأخوة والخوات في المسيح بعمل طيب أو بفعل لطيف أو طريقة للخدمة أريد أن أظهر محبتي تماما مثلما فعل مخلصي بإسمي سع ربي مخلصي أصلي أمين أخوة الأحباء ربي باركم ربي قويكم نشوفكم في وديه الثاني وسبحا على خير